مع تسارع وطيرة الحياة اليومية وضيق الوقت واعتماد الوجبات السريعة كنمط شبه اعتيادي لكثير من الناس ازدادت معدلات انتشار السمنة في أنحاء العالم وكثيرا ما نسمع عن أنواع مختلفة من العمليات لإزالة السمنة وأن كل منها يناسب شخصا دون غيره دراسة سعودية جديدة أجراها المختص في الطب البطني والغدد والسمنة الدكتور عاصم الفدة أظهرت أن 74% من المرضى عادوا إلى اكتساب الوزن وذلك بعد مضي خمس سنوات من خضوعهم لعمليات السمنة مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة الطبية بعد إجراء عمليات السمنة مرة سنويا على الأقل وكشفت الدراسة أن السلوكيات المرتبطة بارتفاع الوزن بعد عمليات السمنة هي الأكل في أوقات متأخرة ليلا قلة استهلاك الخضار والفواكى والماء الأكل بطريقة سريعة وعدم متابعة الوزن بانتظام وأكد الفدة أن المريض يحتاج إلى اهتمام وعناية مدى الحياة فالاستمرار على اتباع نمط حياة صحي والحرص على النشاط البدني واتباع السلوكيات والعادات الغذائية الصحيحة يعتبر أحد أهم العوامل التي تحافظ على خسارة الوزن فراس حمزة العربية